موسيقى كرمت جامعة القدس كوكبة من النساء الرائدات في المجتمع الفلسطيني وذلك خلال احتفال نظمته الجامعة بمناسبة يوم المرأة العالمية تأكيدا على دور المرأة الريادية في المؤسسات الفلسطينية أهل وسهلا بكم في هذا اليوم الذي نكرم به المرأة الفلسطينية المميزة وكما تعلمون جميعا أن جامعة القدس خلال العامين الماضيين أخذت بعض القرارات بحيث أن تكون بوصلة لتؤشر بأهمية دور المرأة الفلسطينية في المؤسسات الفلسطينية وحقها في قيادة هذه المؤسسات وأنشأت جامعة القدس مؤخرا وحدة الجندر والتي تعمل على مراجعة كاملة للأنظمة والقوانين في الجامعة لمساواة الرجل بالمرأة وإعطائها المجال لإثبات دورها في المؤسسة الفلسطينية من هذا الحدث الهامل الذي صار في جامعة القدس أريد أن أبعث رسالة للمرأة أنها تكون أكثر إيجابية وتكون عندها ثقة بنفسها أكثر أنها تستطيع تعمل أكثر والتعاون بين النساء هو يقدر يقودنا لمستقبل أحسن للنساء والوطن بشكل عامل المرأة قوية المرأة قادرة المرأة مفكرة ولكن تحتاج إلى من يسند هذه القوة والتفكير والقدرة لن يسندها في ذلك إلى الرجل سواء كان زوجها أو الشخص السياسي الرجل السياسي في الدولة أتمنى العون والدعم دائما للمرأة فهي تستحق المرأة الكفؤ تستحق أن تكون هو فخر لجامعة الكدس أن تكرم قصص نجاح لنساء متميزات في فلسطين وفي جامعة الكدس فالتاريخ في فلسطين أثبت أن نساء هن الأفضل في التميز والتحمل نحن نكرم نساء الفلسطينيات جميعا وخصوصا أن المرأة الفلسطينية تعاني الأمرين سواء من ناحية تعنيف في مجال العمل أو من ناحية تعنيف خلينا نحكي من وجود الاحتلال الصيوني كونها قد تكون أم شهيد زوجة شهيد أم أسير إلى آخرية في يوم المرأة بوجي تحية للأسيرات القابعة في السجون الصهاينة وأكيد أكيد الحرية قادمة الحرية لأسر الحرية بشكل عام لا أعتبر الثمن أذر هو يوم المرأة وإنما كل يوم هو يوم المرأة لأن المرأة هي أساس مجتمع وهي إنسان كامل للحقوق وتستطيع أن تتولى كافة المناصب الموجودة في الدولة هذا الاحتفال يأتي تكريماً للمرأة الفلسطينية والتي عانت خلال الأعوام الماضية من تحديات كبيرة إلا أنها رغم ذلك تطور دورها الريادية في المجتمع الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر